أكد عدد من العلماء والإطباء المتخصصين في الطب الرياضي أن الذكاء الصناعي سيحدث تغييرا جذريا في قطاع الرياضة على مستوى تطوير مهارة اللاعبين ومراقبة أدائهم في التمرين وتقليل معدلات إصاباتهم جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العلمي الدولي الرياضة المرأة في الشارقة من الهواية إلى الاحتراف تألق الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت شعار رؤية مستقبلية للتأسيس والتطوير والإنجاز حضر المؤتمر كل من سعادة عيسى أهلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعدد من المسؤولين هذا وأطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المركز العلمي لبحوث وتطوير الأداء الرياضي المجهز بأحدث أنظمة ومعدات تقييم الأداء والذي يمنح المرأة الرياضية قواعد علمية مبنية على البحوث والدراسات لتنمية المهارات والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية ترجمة نانسي قنقر